بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في كورس تدقيق المخططات الكهربية الكورس ده إن شاء الله هيفيد كل المهندسين وهيفيد كل الفنيين والناس المهتمين بتنفيذ المشاريع العملية في المواقع طبعا إحنا في الكورس هنبدأ نتكلم عن السيكشن الأولاني الخاص بالكهرباء بصفة عامة أو الكهرباء الباور أو الجزء الخاص بمخططات الباور سيستيم ديستريبيوشن يعني حضرتك زي ما شايف في الصورة كده هنبدأ نتكلم من أول الميديم فولتج سويتش جير وبعدين نتكلم عن الترانسفورمرز وبعدين نتكلم على ناحية اللو فولتج على الام دي بيز أو المين ديستريبيوشن بانيلز وبعدين نبدأ نتكلم على المخططات الخاصة بتوزيع الأحمال من الأحمال العادية بتاعتنا إلى اللوحات الفرعية أو الديستريبيوشن بورت هنبدأ ندرس الأنواع المختلفة من الأحمال يعني أنت عندك في المشاريع بيبقى عندي أحمال كهرباء زي أحمال الأفياش أو السوكت أو اللي بنسميها البرائز في مصر تمام في بيكون عندي أحمال الإنارة وبعد كده بيكون عندي في أحمال المواتير وبتشمل المطخات البومبس وبتشمل معنا أحمال التكيفات وكمان بندرس الأحمال زي الأحمال الكهربية اللي بتغذي البرد الخاصة باللو كارنت زي لوحات إنارة الحريق وغيره طبعا الكلام ده هنبدأ ندرسه بالتفصيل على مخططات الباور سيستيم ديستريبيوشن هنبدأ نشوف مخطط السنجل لاين دياجرام هنبدأ نشوف مخططات الباور اللي هي مخططات الخاصة بالقدرة سواء كانت الأحمال الكهربية المختلفة هنبدأ نشوف المخططات الخاصة بالإنارة هنبدأ نشوف في أي مشروع بيكون عندي مخططات خاصة بأنظمة التقريض ومانعة الصواعق وده نوع مهم جدا من المخططات موجودة في المشاريع اللي احنا بننفذها وبالتالي احنا كمان بنشوف بناء على حسابات الأحمال الكهرو ميكانيكية المخططات الخاصة بدراسة الأحمال وازاي بتم توزيع الأحمال التوزيع الأمثل ده بيكون السكشن الأولاني من كورس المخططات النص التاني أو السكشن التاني من كورس المخططات ان احنا بنشتغل على مخططات التيار الخفيف أو اللو كارنت ان شاء الله هنتكلم على معظم أنظمة اللو كارنت وندرس مخططاتها بالتفصيل في عندي أول نظام ببدأ أشتغل على مخططاته اللي هو أنظمة انزار المبكر للحريق أو الفاير ألارم سيستم هنبدأ نشوف المكونات الخاصة بالنظام ونبدأ ندرس المخططات الخاصة بأنظمة انزار الحريق ونشوف تفاصيلها ونكتب ملاحظات عليها أنا كمهندس مقاول منفذ لازم أعرف إيه هي محتويات هذا المخطط أو لو أنا كاستشاري أبدأ أقول ملاحظات على هذا المخطط بالتفصيل النظام الثاني وهو نظام مهم جدا موجود في معظم المباني حاليا اللي هو نظام كاميرات المرأبة وده نظام من الأنظمة الأمنية المهم جدا في معظم المشاريع وبالتالي لازم أدرس كاميرات المرأبة CCTV بالتفصيل وندرس المخططات الخاصة بكاميرات المرأبة وازاي بيتم التوزيع أو التصميم لهذه الكاميرات النوع الثالث أو النظام الثالث فيه أنظمة أنظمة التيار الخفيف اللي هو نظام التحكم في الدخول سواء كان نظام التحكم في دخول الأبواب أو أنظمة البصمة بصفة عامة أو أنظمة البوابات الإلكترونية ده كله بيدخل تبع نظام بعدين هنبدأ ندرس أنظمة الداتا بالتفصيل ندرس السويتشز الراوترز وندرس أنظمة الداتا وأنظمة الواي فاي المستخدمة في التيار الخفيف إن شاء الله هنبدأ ندرس مخططات التليفونات نظام التليفونات نظام مهم جدا موجود في معظم المباني هندرس مخططاته بالتفصيل وازاي نقول ملاحظات على هذا النظام هندرس كمان يا شباب نظام أو نظام الاستدعاء الآلي أو النداء الآلي وإن شاء الله هنبدأ ندرس نظام أو نظام الصوتي والمرئي بالتفصيل في نظام كمان خاص بالصوتيات أو الطوابير بنسميه الكيوينج سيستم اللي هو نظام استدعاء العملاء هنبدأ نشتغل عليه وكمان هندرس نظام الباركينج سيستم ومخططاته بالتفصيل إن شاء الله تعالى هندرس أنظمة الدش المركزي أو الماستر وإخيرا هنبدأ ندرس نظام متخصص في المستشفيات وفي المستوصفات الطبية اللي هو نظام النيرس كول سيستم زي ما قلت الكورس ده هيبقى مفيد جدا لجميع الناس اللي بتشتغل في التنفيذ سواء أنا كنت مقاول سواء كنت مهندس أو فني أو فورمن وبيفيدني لو أنا كنت استشاري كمام ببدأ طلع ملاحظات وادقق في المخططات الموجودة عندي ويفيدني لو أنا كنت سبلاير أو مورد إن شاء الله أشوفكم في الكورس ويلا بينا نبدأ كورس تدقيق المخططات الكهربية